أهلا بكم مشاهدين في الحر الليلة معكم ميرا القاس وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مرسوم تنفيذي يقيد قدرة إيران على شراء الأسلحة وبيعها ووصف البيت الأبيض في بيان المرسوم بالضروري لتنفيذ حظر السلاح الأممي المفروض على إيران والذي ينتهي العمل به في شهر أكتوبر المقبل مؤكدا أنه سيحد من قدرة إيران على نقل الأسلحة لأزرعها الإرهابية المنتشرة في أرجاء المنطقة ويضعف إمكانية تطويرها لقدراتها العسكرية ويفرض المرسوم قيودا مشددة على أي شخص أو شركة تتعامل في تجارة الأسلحة الإيرانية سواء في مجال التطوير أو المبيعات أو التدريب التقني والتمويل أيضا وأعلن وزيره الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بدأ تنفيذ المرسوم الرئاسي من خلال فرض حزمة أولى من العقوبات تستهدف المشرفين على النشاطات النووية والعسكرية الإيرانية وشملت العقوبات شخصين وصفهما بومبيو بالمحورين في برنامج إيران النووي كما أدرج وزارة الدفاع الإيرانية والتصنيع العسكري لطهران نتخذ اليوم الخطوة الأولى لتنفيذ المرسوم الرئاسي من خلال فرض عقوبات على الأذرع اللوجستية لوزارة الدفاع الإيرانية ومنظمة التصنيع العسكري ومديرها وعلى الرئيس الفنزولي السابق نيكولاس مادورو بسبب انتهاكه حظر السلاح الأممي على إيران وهذه الإجراءات بمثابة إنذار يجب أن تسمعه جميع العواصم بغض النظر عمن تكون فإنك حين تنتهك حظر السلاح الأممي فستواجه خطر العقوبات إذن مشاهدين انسحبت الولايات المتحدة عام 2018 أحاديا من الاتفاق النووي مع إيران وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية عليها نتعرف معا على أهم التطورات منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق أعلنت مشاهدين إيران في الثامن من أيار مايو من عام 2019 أنها ستتوقف عن الالتزام اعتبارا من نهاية شهر يونيو ببندين بموجب الاتفاق النووي وبسبب عبء العقوبات الاقتصادية سعت طهران للضغط على الدول الأوروبية لمساعدتها في الالتفاف عليها وأعلنت طهران مشاهدين في مطلع يوليو من العام ذاته أنها تجاوزت الحد الأقصى من اليورانيوم منخفض التخصيب وأكدت أنها بدأت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من الحد المحدد في اتفاق غينا في شهر سبتمبر من عام 2019 ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الزرية أن إيران أطلقت عملية تخصيب اليورانيوم في أجهزة طرد مركزية متطورة وأكدت طهران أنها باتت تنتج خمسة كيلو جرام من اليورانيوم المخصب يوميا وأعلنت إيران مطلع العام الحالي بدء المرحلة الخامسة والأخيرة من خططها بخفض التزاماتها الدولية بعد إعلان وكالة الطاقة الزرية أن الاحتياطات الإيرانية من المياه الثقيلة تجاوزت الحد المسموح به وبعد الإعلان الإيراني حاولت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا أيضا بدأ آلية لتسوية الخلافات ينص عليها الاتفاق وذلك بهدف إلزام طهران بالعودة لاحترام تعهداتها بعد اتهامها بانتهاكها في شهر فبراير أكدت طهران أنها مستعدة للتراجع سواء كان هذا التراجع جزئيا أو حتى كليا عن الإجراءات التي اتخذتها في سياق تخليها عن التزاماتها طبعا ذلك كان مقابل ميزات اقتصادية أوروبية لتخفيف وضع العقوبات وفي شهر مارس فعلت الدول الأوروبية للمرة الأولى آلية أنستكس للمقايضة التجارية لتسليم إيران معدات طبية في شهر مايو أعلنت الولايات المتحدة انتهاء العمل بالاستثناءات التي كانت تسمح حتى الآن بمواصلة العمل على مشاريع مرتبطة بالبرنامج النووي المدني الإيراني هذا وانتقدت وكالة الطاقة الذرية إيران لأول مرة واتهمتها بعرقلة جهود الوكالة وتخزين اليورانيوم بكمية تتجاوز بنحو ثماني مرات الحد المسموح به في شهر أغسطس فشلت واشنطن في الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لتمديد حظر الأسلحة المفروض على الجمهورية الإيرانية وفي العشرين من الشهر ذاته فعلت رسميا آلية سنابباك لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران وفي سبتمبر الجاري أعادت الولايات المتحدة بشكل أحادي فرض العقوبات الأممية على طهران وحذرت من معاقبة الدول التي تخالفها مشاهدين أناقش هذا الموضوع مع ضيوفي من واشنطن ينضم إلينا بهنام طالب له كبير المحللين في مجلس الدفاع عن الديمقراطية أهلا بك معنا أيضا من لندن ينضم إلينا الدكتور علي نوري زادة مدير مركز الدراسات العربية والإيرانية أهلا بكم واضي في الكريمان بداية أبدأ معك سيد بهنام أهمية هذه الخطوة الأمريكية أو القرار الأمريكي بإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران وتحديدا في هذا التوقيت وأنت تعلم اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أصبحت على الأبواب سعيد بوجودي معكم تحياتي لك وللضيف وللمشاهدين بصورة أساسية واشنطن اختارت إعطاء انتهاكات إيران في المجال النووي والصاروخي والأسلحة التقليدية وأرادت أن تستعيد بشكل أحادي ما كان عقوبات متعددة بمعنى الولايات المتحدة تتصرف الآن كالمنفذ الوحيد للعقوبات التي كانت مفروضة على إيران قبل الاتفاقية النووية مرة أخرى هذا نتيجة لاعتماد إدارة ترامب على الأوروبيين في هذه العملية في يناير وقد فشلت العملية والآن تدخلت أمريكا ومثل آخر سنتين العالم بدأ يرى العقوبات الأمريكية الثانوية وسيرى مدى فعاليتها خاصة إذا حاولت الدول التصرف وكأن الاتفاقية لا تزال موجودة اتقل إلى ضيفي من لندن الدكتور علي نوري زادة يعني الدكتور علي نوري زادة أريد أن أفهمك أكثر موقف الدول الأوروبية تحديدا الدول التي وقعت على الاتفاق النووي الإيراني من هذا التصعيد الأمريكي كهياتي ليكي وإلى سيد بهنام ومشاهدي العائزة أولا الدول الأوروبية سابقا رفزت قرار الأمريكي عندما طرح بمجلس الأمن وإلى ذلك فقبل بسعة أيام مرة أخرى أكدت هذه الدول رفسها لقرار الأمريكي ولكن نحن الآن نواجه دولة غوية سوبر باور قررت من وصول الأسلحة إلى إيران هل تستطيع فرنسا على سبيل المثال بالأسلحة إلى إيران؟ لا أبدا أو بريطانيا أو ألمانيا على أكثر ذلك أن إيران زبون روسيا والسين وأعتقد أن روسيا والسين أيضا تؤيد النظر في قرارها عندما تغرر بيء الأسلحة إلى إيران ونتذكر أيام رئيس أوباما روسيا باعت إيران منظومة صواريخ سلسمية ولكن سبع سنوات رفزت تسليم هذا الصواريخ إلى إيران إلى أن تم إلغاء القرار بشأن من بيء الأسلحة إلى إيران فلذلك لاعف تغير حتى الروسيا والسين وبيلروسيا وكوريا الشمالية سوف تبيع إيران الأسلحة التغليدية نهيكا الأسلحة المستورة طيب دكتور نوري زادة إذا ما عدنا إلى العام الماضي كانت هناك نوع من التهديدات من قبل الدول الأوروبية ثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لإيران في حال استمرارها بخرق هذا الاتفاق بأنها أيضا قد تلجأ إلى إعادة فرض العقوبات الأممية عليها شئلا إيران خرقت يعني مفتشي الوكالة ورئيس الوكالة بعد زيارته لإيران أكد بأن إيران قامت بتخسيب اليورانيوم أشرت أزعاف من كمية مسموها فلذلك إيران فعلا خرقت وتجاوزت الخطوط الهم وأعتقد أن الدول الأوروبية أيضا سوف تنظر إلى سلوك إيران وإلى تعاملها مع اتفاقية برجامة واتفاقية ناوبية وربما سوف نرى مستقبلا تغييرا في الموقف الأوروبي هذا ليس بمعنى أن فرنسا ملتزمة بأن تبقى إلى جانب إيران مهما فعلت إيران لا أبدا هناك شكاوي هناك انتقادات من سياسة إيران تجاه لبنان تجاه يمن تجاه الإراغ والسوريا فلذلك أنا أعتقد أننا أمام نقطة أتفا منأتف مهم جدا بعد قرار الأمريكي طيب سيد بهنام طالب له موضوع قانونية هذه الخطوة ربما تثير الكثير من الجدل هل الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية قانونية وخصوصا أنها انسحبت من الاتفاق في 2018 هذا سؤال ممتاز والإجابة فنية وسياسية وقانونية كما تذكرين في 8 مايو 2018 الولايات المتحدة انسحبت حاديا من الاتفاقية النووية مع إيران هذه الاتفاقية لا يوجد لها وضعية قانونية حتى المدافعين عنها والمفاوضين السابقين وصفوا الاتفاقية كما هي بمعنى اتفاق سياسي مجرد اتفاق سياسي والمؤسسات التي تعطي الاتفاقية ووضع قانوني هو قرار مجلس الأمن هذا القرار عندما اعتمد وتم الموافق عليه بالإجماع هذا القرار وضعت ضمن الاتفاقية النووية وفي هذا القرار أو في نص هذا القرار أمريكا معرفة إلى الأبد بغض النظر عن تصرفاتها في الاتفاقية على أنها دولة مشاركة في الاتفاقية هذا الوضع يعطي أمريكا ولهذا السبب إدارة ترامب كما تعرفين استطاعت أن تستخدم الأدوات الأحادية في أغسطس وسبتمبر من هذا العام حاولت أن تتحول إلى المصاري المتعدد ومن خلال الأمم المتحدة الاتفاقية النووية لها شرعية في الأمم المتحدة والآن تنزع من جانب الأمم المتحدة الاتفاقية ولدت في مجلس الأمن والمجلس الأمن هو الذي يقتل الاتفاقية مرة أخرى مجلس الأمن هو الكيان الوحيد الذي يعطي الاتفاقية مكانة دولية ومن خلال هذا القرار أمريكا معرفة على أنها دولة مشاركة الأوروبيون سياسيا يختلفون ولكن قانونيا النقاش محتدم والحجة قانونية سنستعمل الآن إلى المزيد من هذا الموضوع فبالإضافة مشاهدين بالإضافة إلى وزارة الخارجية الأمريكية أيضا أعلنت عدة وزارات أمريكية عقوبات على النظام الإيراني نستمع الآن إلى عقوبات وزارة الخزانة والتي ركزت على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والشركات المتعاونة معها إن إدارة ترامب لن تسمح لإيران بتهديد الأمن العالمي من خلال تطوير المزيد من الصواريخ الباليستية والأسلحة وقد أدرجت وزارة الخزانة على قائمة العقوبات اليوم الشركات المنخرطة في نشاطات إيران النووية والباليستية فضلا عن كبار المسؤولين المشرفين على تطوير برامج الطاقة النووية والصواريخ الباليستية الإيرانيين كما أدرجت الوزارة بعضا من كبار منتجي وموزعي المواد العسكرية ذات الاستخدام المزدوج لبرنامج إيران الباليستي أعود للنقاش من جديد مع ضيف من لندن علي نوري زادة إذن نتحدث عن عقوبات ربما هي الأقصى الآن وإعادة تفعيل عقوبات أممية نتحدث عن عقوبات على حزمة من الوزراء والعلماء والشركات عقوبات أحادية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولكن ألافت أيضا بأن هذه العقوبات ستطال من سيساعد إيران أيضا سواء كانت دول أو شركات أو أفراد بتأكيد وفعلا هناك مؤسسات والشركات غير إيرانية زيبنا حتى الرئيس فنزولا المعزول والمخلوق وبتبيعة الهال الولايات المتحدة الأمريكية ووزارة الخضانة تنظر بدقة يعني إيران under observation بدقة بدقة قاطعة فشركاء إيران الشركات المتعاونة مع إيران ويجب ألان أنثى بعد اتفاقية نوابية كانت هناك معسسات وشركات فرنسية وألمانية وبريطانية ذهبت بسرعة داخل إيران ولكن خرجت بسرعة أيضا فورا كانت هناك بوادر وجود أذمة وأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تفرز أغوبات على إيران هذه الشركات انسهبت من إيران وأنا أعتقد حتى بوجود رقبة أوروبية للاستمرار في التعاون مع إيران الشركات والمؤسسات الآلمية خاصة في أوروبا في اليابان كوريا الجنوبية والعين سوف ترفز دخول أي شراكة مع إيران أو بأي منتجات مهضور تستيرها إلى إيران لو تكرمتما بالبقاء معي أيضا مشاهدين وزارة الدفاع اتهمت إيران بخرق قرارات مجلس الأمن الدولي عبر تسليحها لجماعات تهدد المدنيين مثل حزب الله والحسيين اليوم أخذت الولايات المتحدة خطوة هامة أخرى لحماية الشعب الأمريكي وردعي العدوان الإيراني ضد قواتنا ومصالحنا وشركائنا خلال العامين الماضيين نفذت إيران هجمات على سفن الشحن الدولي وأهداف إقليمية على القوات الأمريكية وأخرى تابعة للحلفاء هذا شمل إطلاق صواريخ من قبل ميليشيات تابعة لإيران ضد القوات الأمريكية في العراق إيران خرقت قرار مجلس الأمن الدولي لسنوات عبر تسليحها لجماعات مثل الحزب الله والحسيين التي تستخدمهم لتهديد تجمعات المدنية لذلك فإن وزارة الدفاع أخذت خطوات حاسمة لحماية جنودنا والقواعد الدولية وحرية التجارة والملاحة ضيف من واشنطن السيد بهنان ناطا لبلو على ما يبدو بأن هذه العقوبات أو إعادة تفعيل هذه العقوبات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية ألقت بظلالها على الداخل الإيراني وتحديدا بأن العملة الإيرانية وصلت إلى أدنى مستوياتها يوم أمس ولكن كيف تأثير ذلك أيضا على خارج إيران تحديدا أزرع إيران في الخارج وكيف تتحكم هذه الأزرع بأربع عواصم عربية كما تحدث مسؤول إيراني سابق نعم حقا الهدف الخاص باستخدام الضغط الاقتصادي لا يتمثل في عرقلة أو إبطاء التحديث العسكر الإيراني إيران ليست قوة تقليدية بعد والهدف الأساسي هو أن يكون لدى إيران أموال أقل لتمويل بعض هذه البرامج وتمويل أيضا الأنشطة المزعزة على الاستقرار إيران تنشر الصواريخ وقدائف مضادة للدبابات إلى آخره وكل هذا ضمن نظام يمكن أن تحمله طائرات مسيرة انتحارية إيران لا تشتري الأنظمة بكاملها كما رأينا في الثمانينيات وإنما تشتري أجزاء من الحاسوب كيمويات معينة لوقود الصواريخ إيران لديها شبكة إمدادات غير شرعية والعقوبات تؤثر سلبا على هذه الشبكة أيضا تساعد على عرقلة صناعة الأسلحة الإيرانية داخل إيران لأن هناك ثلاثة مشاكل أساسية في أسلحة إيران التقليدية الشراء والإنتاج المحلي ونشر الأسلحة خارج إيران العقوبات تقطع هذه السلسلة دعونا الآن نستمع لما قاله مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين حيث قال بأن القرار التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفرض عقوبات قاسية على الأفراد والشركات والدول التي تتعاون مع النظام الإيراني اليوم اتخذ الرئيس خطوة حاسمة للتقليل من قدرة إيران على الوصول إلى التكنولوجيا النووية والصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية مجلس الأمن فاشل للأسف في مهمته للتشجيع على السلام والأمن عبر عدم تمديده لحضر الأسلحة على إيران أما الولايات المتحدة فلن تسمح لإيران أن تزيد من المخاطر في الشرق الأوسط أو العالم باعتبارها موردة ومصدرة للصواريخ الباليستية وغيرها من الأسلحة القرار التنفيذي الذي وقعه الرئيس يفرض عقوبات قاسية على الدول والشركات والأفراد الذين يساهمون بتزويد إيران بالسلاح التقليدي أو بيعه أو نقله دكتور علي نوري زادة هناك من يرى بطبيعة الحال بأنه قد تستجيب فعلا الدول الأوروبية لهذه القرارات الأمريكية ولكن ماذا عن الأفراد؟ ماذا عن الشركات؟ إلى أي مدى ربما قد تكون قادرة على الالتفاف على هذه العقوبات؟ بطبيعة الحال هناك دائما مغامرون هناك دائما شركات ومؤسسات عادة صغيرة التي تقوم وتغامر بمسيرها بدخول في معاملات مع إيران ولكن اللي قد جاء كلاما مهما في كلام سيد أوبراين هذا يعني موقع إيران موقع الآن أزعف كثيرا بسبب هذا الأقوبات انظروا إلى لبنان هل كنا نتوقع أن يعطي رئيس ميشيل أون وينتقد هزب الله بشكل ولا غير مباشر؟ أبدا يعني الآن لم تعد لإيران القوة المسيطرة في بيروت أو في بغداد انظروا إلى سيد مصطفى كادمي رجل مستقل يدخل في شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية سياسية عسكرية فلذلك إيران موقعها زائف جدا وأعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية استفادت من هذا الوعز لفرز أغوبات جديدة لتركي النظام الإيراني لإرغام النظام الإيراني على تغيير سلوكها استراتيجيتها وسياستها وتوقف أن تدخل في شؤون دول المنطقة شكرا جزينا لك ضيفي من لندن الدكتور علي نوري زادة مدير مركز الدراسات العربية والإيرانية بالتأكيد أيضا الشكر موصول إلى ضيفي من واشنطن بهنام طالب له كبير المحللين في مجلس الدفاع عن الديمقراطية شكرا لكم اشتركوا في القناة